أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة أكد مدبولي أن الدولة قامت بجهد كبير في تحديث المناهج وذلك خلال الست سنوات الماضية ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وإن الألية لهذا الموضوع هنشتغل عليها أنه هنبدأ نعود مع مجلس أمناء الحوار الوطني وحنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الأولى ودي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة وحيبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنين بتنفيذ توصيات محور بعينه حيبدأوا يعودوا مع مجلس الأمناء ويترجموا هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية بتوقيتات محددة وحتباح بنفسي أنا شخصيا على هذا الموضوع لشان نتأكد فعلا أن احنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا لأن هذه التوصيات خرجت زي ما قلت في أكتر من مجال دي بتمثل أطياف المجتمع المصري كله ترجمة نانسي قنقر